ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وخلالها أجتني نوع من نعوسي وحلمت حلمت أني وافع هذا المنبر وحلمت أني كون بها المجلس وحلمت أني كون بها المقاعد وحلمت أني كون بمعقد رأسة وزارة بالزاد هذا الحلم بعدني تذكره تماما تذكر الحادثة تماما كان الله يرحم الرئيس ريشتي كرام برئيس وزارة وكان في مشاكة بلد سنة 69 وبتذكر جلسة تماما كيف صارت وقتها ساعة ثلاثة الصبح استقال شعرت أنه هون حريتي أني أحلم ولكن لما تحلموا وهذه حريتكم تحلموا أن تكونوا طموحين ومؤثرين وتوصلوا على أعلى المراكز لحلم له المقاومات لا يتحقق أول مقاوماته حسب ما بعتقد هي القيم أولا القيم القيم تكونوا مع الالتزام الصادق والعميق بالقيم الدينية والإنسانية نحن بلا قيم ما فيش من مموص على شي عم قولة بالذات الدينية والإنسانية لأن أول شي بلش بالدينية من باب إيماني رأس الحكمة مخافة الله دايماً بتكونوا نشوفوا في مين عم برائب لو ما كنتوا حاسين وتعرفوا إذا عم تعملوا شي غلط هو غلط وما لازم تعملوا غلط تاني شي كمان من باب الأمور الدينية اللي أنا مآمن فيها هي رضا الوالدين بعد رضا الله أوقن تعتقدوا لحظة أنه ممكن تتجاوزوا ولا بشكل ملء أشكال إرادة الوالدين هن الخريصين عليكم معلش يحاورون ولكنكم تعرفوا دائماً أنه حرص عليكم بعد فترة أنتم ستصيروا والدين وتعرفوا إيمة هذا الموضوع وتعرفوا إيمة الوالد والوالدة هذا ستضعوا نصب عينكم الحرية جزء من القيم كمان كنت تعرفوا أن الحرية منها حرية مطلقة الحرية وتتحول من حلم إلى حقيقة كنت تعرفوا أن الحرية تنتهي لما تبدأ حرية تغيركم ليس مسموح أن تكون الحرية مفتوحة إلى إلى لا حدود ليس مسموح أنكم تشعروا أنه كأنه خلص صارت الحرية والحرية كلمة مفتوحة أنتم تضعوا ضوابط للحرية أنتم تضعوها بينكم و بين نفسكم لحتى أولاً تحترموا نفسكم وهذه كثير مهمة وهذه كثير أساسية لما نكون حلمنا وتمتسكتها بالقيم في عنا أمر آخر بدنا نأكد عليه هو التعليم لو ترئيس بكلمته قال هي الصناعة نعم يبقى التعليم هو محرك لنشاطكم جميعاً وهو عنوان لنجاحكم مهما صار في ظلام المتعلن يضوي الغرفة هون يقول لكم أتمنى أنتم بكم وبوجودكم تعود الكهرباء على لبنان بأمرين تضبوا الغرفة وتكونوا بنفس الوقت سعيتوا حقيقة بالعلم والمعرفة والمحافظة على القيم ظلنا وصلنا على ما نحن بدنا بينهضة بلدنا يقول لكم لا تخافوا لا تخافوا من سلوك الطرق الوعرة طريق وعرة كثير طريق صعبة ولكن الخيارات واضحة لا لا خيار الارتهان والتبعية للخارج مفيد ولا خيار ولا نهج المكابرة والعناد في الداخل مفيد حال الوقت بكم وفيكم انه نحن نعمل هذا الجسر ونقدر نعرف ما بدنا نكون تبعين للخارج ونحن هون على الصعيد الداخلي نحن لبنان هالنموذج الغني بتنوعه غني بها الحياة المشتركة والعيش المشترك بدنا نحافز عليه بعي ثمن كان من هون لحط انهي كلمتي بقلكم بدنا نتعاون جميعا لحتى نحول الحلم من حلم لسعي ومن السعي لانجاز خدوا العبرة من اخطائنا ولا تستسلموا ابدا لكلمة هذا قدر لبنان لا مش مظبوط هذا قدر لبنان تذكروا دائما انهم انتم قدوة لبنان ان شاء الله بنشوفكم على هالمقاعد عم تمسل لبنان وبترفعوا اسم لبنان عاليا ونحن خذوا من العبر وخذوا من اخطائنا لأن ما في انسان ما بيخطئ وصل الحوة وان شاء الله بوجودكم بيوصل لبنان لبر الامان شكرا دورة الرئيس شكرا شكرا دورة الرئيس شكرا لحضور السيدة الاولى شكرا لكل من سعى الى هذا اللقاء الكلمة للسيدة الاولى السيدة وفاة السلمين شكرا للمشاهدة